اهلا ومرحبا بكم عزيزا المشاهدين وانا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي الأيام الماضية كلها كانت مشغولة في الحديث عن قانون يناقشهم الفرلمان الحالي مع الأسف الشديد واحد يسموا قانون العفو والآخر قانون الأحوال المدنية ما عرف لي ايش صار فرز بس ظاهر وين التوجهات تريد وين الفكر الطائفي وين الفكر فكرة الذي يقود هذا البلد مع الأسف الشديد وين يريدونه بهذا البلد رؤية طائفية انتهازية مصلحية في إدارة الدولة واضحة جدا وانت تسأل وانسأل هل يعقل هذا بعد واحد وعشرين سنة ألم تشبعوا من هذا الخطاب الطائفي المجل الكسيح الذي دمر العراق وضعوا قانون رفضوه البعض عن الأحوال الشخصية لأسباب كثيرة لا وليدنا ننقشها وضعوا قانون العفو رفضوه لبعض الآخر وبالتالي وصلوا إلى نتيجة وظهرت على الشاشات يقف ممثلين عن الجهة التي تبنت قانون الأحوال يقولون إن لم يوافقوا الجهة الأخرى هم يتحدثون سنة الشيعة طبعا خلينكم بشكل صريح إن لم يوافقوا السنة على قانون الأحوال الشخصية اللي يريده لن نوافق لهم على قانون العفو هذه لم تحصل لب برلمان ولا ببطيخ ولا بكل شيء وهذه الديمقراطية اللي صدعوا روسنا به مبحكة وهل هؤلاء الذين يدعون أنهم أعضاء برلمان يمثلون الشعب وهذا تمثيل الشعب بهذه الطريقة وهذا الشعب يتمثلوا بهذه الطريقة أنت انتماءك الطائفي كنا عندنا مذهب وكل واحد عنده مذهب لكن مذهبه ما لا علاقة بتصريفات الحكم يعني هو لازم يشيل مذهب على ظهره ويحكم بالفكر بالعقيدة المذهبية التي يؤمن بها وهذا الفكر بناء الدولة اللي تريدون أنتم هو يبهى الشكل هذا فلو يوافقون على قانون الأحوال الشخصية لو منوافق لهم على قانون العفو إذن قانون العفو اللي يتقصدوا منه إخراج مثل ما يقولون إخراج الأبرياء وليس الإرهابين وتركونا من الإرهابين وستحدث عن الإرهابين والمجرمين والكل لكن الأبرياء مئات الآلاف من الأبرياء بالسجود وقسم من عندهم حتى تهمهم موجهة لهم وسنوات صار لهم يعني يثبتون هؤلاء أنه اللي في السجون هم من السنة لماذا؟ طيب ما ذول شركات؟ ذول عراقيين مثلك أخوتك ما هذا قانون العفو إذا طلع سني وطلع شيعة وطلع وطلع عفوك طلع عراقي أنت ليش تنظر إلى شيعة وسني وشنو قضية؟ وين أنت رايح؟ فكرك هذا شنو؟ فأمام هذه الحالة الوضع لا يقبل الشك إن من في السجون هم كلهم من السنة وعندما تقول أن السجون ملوء بالسنة يقول لك لا لا تكلم هذا كلام طائفي يا أخي ما تكلم طائفي بس واقع الحال هكذا أنتوا تقولون مو إحنا طيب هم يقولون أن نحن تعرضنا للظلوم من جاءوا في عام 2013 نحن تعرضنا للظلوم وإحنا مظلومين وإحنا جئنا من أجل المظلومية ما هو المظلوم؟ لا أظلم الناس من تعرضه للظلوم وضاقة الظلم وضاقة ويلات الظلوم وشاف معاناته وتداعياته عليها وعلى أهله وعلى ناسه وعلى عشيرته لا يمكن أن يصيب الناس بالظلوم هل تقبلون أن الظلون تظلمون الآخرين لأنكم ظلمتوا؟ هكذا هذا الموضوع ما هذا يؤدي إلى أن تتحولون إلى مجموعة من المجرمين؟ عندما تتحول إلى ظالمِ أنت مجرم وعلى 21 سنة تنتقبون من العراقيين تحت عناوين مختلفة نوبة سنية أو نوبة داعشية أو نوبة غير محلقة وتالية هذا ضد الثورة أو ضد التغير أو ضد الديمقراطية والشباب والسفارات وذولا تشريد. هاي الشباب الحلوين الصغار اللي طلعوا. قالوا ذولا ورد السفارات. اول مرة قالوا ذولا بعثية. قالوا عمي مو بعثية. جاءهم على البعثية. عمارهم صغيرة. قالوا ذولا اذن ابناء الرفيقات. قالوا يا رفيقات عمي. اغلبهم من عوائل فقيرة وامهاتهم تشتغل حتى تعيشهم. قالوا اذن ذولا اولاد السفارات. رادوا يقولون سنة و رادوا يقولون داعش. قالوا يا ابو شيعة ذولا. فالقضية. اي واحد يقف ضد هذا المد يجب ان تسحق الحادلة. يجب ان تسحقها وتكسر عظامها. ما هذا. وين الديمقراطية بتحشون بيها وين الحرية وين الكذب الكبير هاي. طيب مو. ذولا المقاومين اللي قاوموا وذي تحدثنا بها بحلقة سابقة. موجودين بالسجون. قاوموا الامريكان. ذولا مونتد. قلونا احنا مقاومة وغد الامريكان. ما طلعون ذولا من السجون. وليش تعتبروهم الارهابيين. طيب هو قبل كل شي. هم يقولون انها يريدوا طالعون الارهابيين. قلونا شنو تعريف الارهابين. يعني شنو تعريف الارهاب اساسا. بالعالم اكثر من مئة تعريف للارهاب. بس انتو شنو تعريفكم للارهاب. انتو هاي القوى الحاكمة. شنو تعريفكم للارهاب. حتى نفتهم شنو تعريفكم للارهاب. وهل ينطبق عليكم لو لا. يعني هاي الميليشيات اللي يسويه وتأجر الناس وتقتل الناس وتسرق اموالها ويوميها تطلع وتسرق وتذبع وتقتل وهاي مرهاب. وتستخدم السلاح وتستخدم الاعتقال. ذول اللي قتلوا المتظاهرين في ثورة التشريه ذول مرهاب. هذا اللي سميته طرف ثالث هو لا طرف ثالث ولا طرف عشر هو انتو. طي ذول هذا مرهاب. وينكم عنا؟ اليقتل واحد ناشط وتلزموا وتقولوا راح نحاكمه ورا شوية تقولون انهزم وما دل وين وما موجود شلون انهزم شلون وانطلع منهزمه وما حد يقول. طيب هذا شنو شي سموه هذا مرهاب هذا اللي جعلنا نتحدث به خرج النساء يقولون نحن نائبات في المجلس الحالي مجلس النواب الحالي معنا. ويتحدثون انه اراداتنا اصراع ارادات الان. فرض ارادات. ما هو فرض ارادات من زمان من عام فرض ارادات اجنبية دولية واقليمية. الارادة الايرانية لا ارادة فوقها. والارادة الامريكية لا ارادة فوقها. والكل اللي تريده غالب. فرض ارادات ما هو هي فرض ارادات هذا الوضع هو بهذا الشكل. فلماذا انتم تتصرفون مع العراقيين بهذه الطريقة؟ لماذا هذه المساومات في قضية تخص. انتم تقولون نحن ممثلين للشعب العراقي. هل هي حق لممثل الشعب العراقي ومثل العراقيين ان يساوم على حقوقهم بقضايا اخرى لانه يعتقد انه حق هنا يتحصل وحق هنا ايضا يتحصل لكن يساوم عليه. اذا ما تقبلون ما قبل بهذا. هاشكن. وين هاش صايره؟ في اي برلمان بالدنيا هذا. كل مسؤول وكل برلماني كل 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 واحد يتبوى وانصب كل العراقيين اللي هم حصة به. ما لا علاقة مذهبه وقوميته وهو ما لا علاقة. انت مدام صرت بهذا المنصب انت حصت كل العراقيين. انت تمثل السنة والشيعة وتمثل الاكراد وتمثل وتمثل التركمان وتمثل كل وتمثل المسيحيين والمسلمين وكل العراقيين. كل تكويناتهم تتمثلهم. هكذا تبنى الدول. تبنى بالانتريات وبالمساومات. لو تطيني هذا هذا ليس تجارة. هذه بيها حقوق ناس بحقوق بلد بحقوق شعب. بيها نظم اجتماعية بيها نظم للوئام والتوافق والحرية والسعادة والسلام الاجتماعي. لكن من يفهم شنه السلام الاجتماعي اللي يوقف في صرخ. اذا متوافقون على هذا القانون ما افق لكم على هذا. هو يعتقد انه بطل. ما على اسف الشديد. هذا جزء من محاولات او ادعاءات ادارتهم للدولة. هذه هي الدولة التي يديرونها. وهي لا دولة حقيقة. وقت هذه الحلقة انتهى. عزا المشاهد يترككم بخير. والتقيكم في حلقة اخرى. الى ذلك الحين استودعكم الله. والسلام عليكم. اشتركوا في القناة